تصريحات جديدة أطلقها رفايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية تتعلق بالمفاعلات النووية الأوكرانية الخاضعة الآن للسيطرة الروسية وشدد رفايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية على أن الوضع يزداد خطورة كل يوم في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية أوائل مارس عقب أيام من انطلاق عملية غزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير جروسي حذر من أن كل مبادئ السلام انتهكت بشكل أو بآخر ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك وأشار إلى أن القوات الروسية لم تحترم سلامة بنية المحطة مشيرا إلى أن القصف الذي تعرضت له في بداية الحرب عندما تم الاستلاء عليها وتبادلت أوكرانيا وروس الاتهامات بشأن الهجوم على زابوريجيا الوضع في أوكرانيا عموما بما فيها زابوريجيا متقلب الذهاب إلى هناك معقد ويتطلب تفاهما وتعاون عدد من الأطراف هذه منشأة أوكرانية والذهاب إلى هناك يتطلب موافقتها في الوقت ذاته فإن المنشأة محتلة من روسيا ويتطلب أيضا موافقتها أوكرانيا بدورها تفاعلت مع هذه الخطوة ودعت عبر نائب وزير خارجيتها المجتمع الدولي إلى فرض حضر جوي فوق المحطات الدرية الأوكرانية ويوجد أربع محطات درية عاملة في أوكرانيا تضم 15 مفاعلا نوويا بما فيها محطة زابوريجيا التي تعتبر أكبر محطة درية في أوروبا والواقعة حاليا تحت السيطرة الروسية ترجمة نانسي قنقر